نتعلم عن الفيسيولوجيا في الهارت البلد رح افلاء بالسيس رح يدخل للقلب طيب حيدخل 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 القلب وصير مليان بلد طيب بدين يروح كمان للأورتة في بلد تدخل طبعا الأورتة في الحين مفتوحة الحين للآن بدين يوم تشبع الأورتة في الحين مفتوحة الحين وقتهما يدخل الأورتة قاعدة تعطي البلد ضيب تعطيه 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 فبعدين الأورتة قفلت عشان يصير الاججكشن ومقفلت صار فيه كونتراكشن في الهارت صغر الهارت صار فيه كونتراكشن وستغل فيه كمية البلد فهذا الكنتراكشن صار خلى الهارت يروح الهارت هو تقريبا كذا الدايستول وشو؟ اللي هو يوم البلد يطلع من الأورتة إلى الهارت هذا هو الدايستول أوكي؟ هذا الدايستول وستستول طيب هنا كاتبين أنه في ناس عندهم شيء اللي هو قلبهم نفسه طيب هذا قلبهم يطلع كويس هو فاكشن ويل بس أنه يطلع البلد بس هو ما هو قاعد يجيه أكسجين ولا يجيه نتريشن فكيف نعدل هذا المشكلة؟ هذه مشكلة إلى الهارت عشان الأكسجين يصير قصي الأكسجين يصير يتعب أكسجين ويتعب النتريشن كيف؟ طيب فكروا فيها وطلعوا أنت أورتك حرفيا العملية موجودة عندك قدامك قالت لك أنترا أورتك يعني جو الأورتة هذا الأورتة أوكي؟ قالت لك جو الأورتة بلون يعني جو الأورتة هذه البلون البلون تنتفخ طيب يصير لها بم كونتر البلسيشن مش معلها كونتر البلسيشن؟ وقت الدايستول غالي من البلد يطلع من الأورتة إلى الجنة طيب بس الحرفين البلون هي كونتر البلسيشن فترجع البلد وتقول يا ماما أنت مرة خلك تعلم السوفيشنس وإرجع يا البلد وعب نفسك وعب القلب نفسه أعطى أكسجين وأعطى بالكورنريارت الأكسجين وأعطى الأكسجين للميكارديام زيد وهكذا يعني طبعا طبعا البلان شوي تب تعلم كيف أن يكون حرفي حرفيا فصار الانفليشن بدين قالت اسمع أصلا البادي بعد مهم لك فهو شو عمصر دفليت قبل السيستول فصار الدفليشن قبل السيستول يلا بسرعة يروحون البلد على كل البلد يروح لكل الجسم ويرجع مرة ثانية نفس الشي عند يوم يجي خلاص بالدايستول عند الأورتة أو السيستور قاعد يعبي عبي عبي ويروح للأورتة بسرعة تصير لا تنتفخ البلان ارجع بنفسك صرت انفليت يلا تعال اطلع وروح عب الجسم هذا هو بطلب طيب دارينج داستول وش راح يزيد هنا الحرفين الأورتة بلد فراح انكريز الريزيستنس شي اسمه أورتة برشهر أورتك برشهر حيزدد و الكورنري آرتري بريفجن حيزدد المييكارديام أكسجين حيزدد الأكسجريات الأكسجريات أجل قد ذكر يطلع الريزيستنس ولكن ثم تستوعب ويقفل هذا ينزل فيه بلد نازل لكني خفيف هذا البلد غالبا يروح للأكسجريات لا يروح للأورتة لأنه يحسبون انه الورجان لأنه يحسبون انه يتحنه بلد لان فجأة فانكريز حتى الأكسجريات تقريب التقريب الأهمية في أورتك أورتك بعد انكريز الريزيستنس حين يطلع الأورتيك أرج هذا هو تقريباً هذا يصير بالتاستول وين ذا بالون انفليت وين ذا بالون انفليتت راح يشوف حرفين قبل كان فيه انفليشن فراحل هذا فتضرب الأورتيك برشور وش بعد؟ استرك فوليوم حتى تزداد لأنه راح يطلع الجسم كارديك أوتبت حيزداد وشو الكارديك وورد حيقل بعد ليش الكارديك وورد حيقل فقبل شوي كان فيه مرة قوية جوالهارت فلكارديك وورد مرة كان عالي بس يوم صار دفلشة على طول الكارديك وورد وش بعد؟ هنا كان أصلا فكان فيه مرة قوية فيه ولكارديك وورد فهنا دكريست بعد ما خلصنا تقريب الوضع و تقريب الوضع و تقريب الوضع في الميوكاردي هوا الوضع نضغط على الأورتها فأنت قاعد تأخذ البلد وبتقول إرجع للهارت فممكن يزهيد الأسكيميا تصير سفير ثرمبوامبوليزم الناس اللي عندهم تكوين للثرمب فيصير ممكن يتكون الثرمب الأورتها أو شيئا طبعاً هنا الأرتريا بروشور ويفورم هذا ألستريت الأورتها نقول هنا البلد بالسستول قاعد يدخل هذا الهارت هذا الأورتك قاعد يدخل للأورتك يدخل 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 بدين مرة صار كثير البلد قالت الأورتها يلا بطلع للبادي طلعت البادي خفيف بدين اكتشفت لا سوت لها أورتك نسيت تتقفل بابها قفلت الفالف حقها يوم قفلت الفالف حقها هذا النورمال طبيعي بدون الانترا أورتك بالان كامتر بروسيشن طيب قفلت الفالف حقها بعدين طلعت البلود كاملت تطلع البلود للبادي هذا هو الدايستول انها تطلع البلود للبادي السستول قاعد تعبي نفسها تعبي نفسها تعبي نفسها دائلتاتيشن يعني ديبراليزايشن طيب فالكيو ار اس حرفيا هو ريبرزنت الدي بنتركلر ديبراليزايشن فهنا بالسستول يعني هنا قاعد ريبرزنت السستول بالسستول المدل ريبرزنت هين المدل أو تي ويف بنتركلر ريبراليزايشن فحرفيا معناتها بنتركلر فحرفيا توضح الديستيليك فنرجع هنا يقول لك وش البرايميري قول في هذا ان السبلاي اكثر من الدماند في هارت سبلاي في هارت قال لك كيف نلقيس الأكسجين سبلاي والدماند غالبا من كورنير آتري أفتس يعني يعني ستينوس ولان بلوكت وهكذا الديستيليك براشر والديستيليك تايم اكسجين 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 هارت رايد ممكن نزيد هارت رايد الناس اللي عندهم كورنير آرتري أبنورمالي افترلود بريلود الكنتراكت التي أسوال هنا قلتها أنا قبل حرفين الادفاتجس الذي سويه بالديفليشن قال لك هنا السيستول راح يكون دكريز الكارديك ورك لان خاص ما ما في شيء رزيستنس يعمل في شيء في شيء في شيء اللي هو اللي هو اللي هو هذا هذا الأقمنتيشن هنا يتكلمون عن الديستاليك أقمنتيشن كيف الشخص الطبيعي قاعد يعبي يعبي بعدان قالت النزل للبادي أكتشفت أنها ما قفلت فقفلتها فقفلتها على طول البالون انفليت وين البالون انفليت فهنا وش يصير راح البلد يرجع للأورتها فهنا رجع البلد للأورتها طيب فصار فيش سموان الدايستاليك اغمنتيشن الدايستاليك اغمنتيشن يبدأ يروح البلد انتو الكارديك ينزل ينزل تجد生 تضبطط البلد الدايستاليه ت pledبطط لمدة ت deficit كلهم الأورتها فس نقوم�� تقدمalth استاذ أساست الديستول نسيت قف الباب قفلته بدين انتفخت أو انفليتد الكف الكف يوم انفليتد أو البالون صار فيه اغمنتيشن ارتفاع البلد رجع للأورته بدين بدت ترجع للكاردياك وهكذا بدت تقل بدين فتحت الهول باري وهكذا